قصف سوداني لمواقع الجيش الإثيوبي ذكرت مصادر محلية في منطقة الفشق السودانية لصحيفة الشرق الأوسط أن الجيش السوداني شرع أمس في قصف مستوطنة تابعة للجيش الإثيوبي قرب الحدود بين البلدين وبدأ باستعادة معسكر قلع اللبان الذي يقع الشرق قرية الأسرة السودانية بالفشق الصغرع جاء هذا القصف بعد ساعات قليلة من إعلان الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبدالله في وقت متأخر أن الجيش الإثيوبي أعدم سبع جنود سودانيين ومواطنا كانوا أسرى لديه وعرضهم بل وعرضهم على مواطنين بكل خصة ودناءه معتبراً الجريمة منافية للقوانين وأعراف الحروب والقانون الدولي الإنساني على إثر ذلك استدعت الخارجية السودانية السفيرة الإثيوبي في الخرطوم وأبلغته بشجب السودان وإدانته للجريمة واحتفاظ السودان بحقه في الرد في الزمان والمكان الذين يحددهما وتقديم شكوى لمجلس الأمن والمنظمات الدولية والإقليمية ذات صلة ليطلب منهما اتخاذ الإجراءات اللازمة بحفظ الأمن والسلم الدوليين وتحميل الحكومة الإثيوبية مسؤولية ما حدث ترجمة نانسي قنقر